منذ توليك المهمة يخرج بعض الناس ويقولوا هقولها لك بشكل صريح ومباشر أن فيتور بريرا هو ديكتاتور في قراءه هو رأيه من دماغه فقط لا يسمع أحد بعض أعضاء لجنة الحكام المستقرين أو تحديداً عشان أذكر اسم كابتن توفيق السيد في حوار تلفزيوني قال إنك بتاخد الكرار من دماغك ولا تسمع أحد بعد الحكام قالوا إن فيتور بريرا بياخد كرار حازمة وحاسمة من غير ما يسمع لحد أكيد سمعت الانتقادات دي سواء على ترابيزة الاجتماعات أو بعد حتى ما بعض الناس دي خرجت من الاتحاد أو من لجنة الحكام أنا مدير بس أنا مدير بحب أشتغل في مجموعة فمثلاً خليني أقولك إن في 68 رقم في القانون التحكيم في مصر فطبعاً كلنا قعدنا وناقشنا كل 68 نقطة دول واحدة من النقطة كانت التقسيم أو إن إحنا نحط لفلز للحكام فطبعاً كل زمالة دلوقتي اللي في اللجنة كلمنا ووصلنا لحلول ووصلنا للنقط علشان نبدأ نطبق الأفكار ديت والأفكار ديت كانت أفكاري أنا بس ممكن يكون علشان كده هو قال إن أنا إن يكون عنده هذا الرأي بس الأفكار اللي أنا كتبتها أو الأفكار اللي أنا طرحتها كانت أفكار علشان نطور من الحكام هنا في مصر طبعاً كل شخص ممكن يكون عنده فكرته كل شخص اشتغل معايا عارفني اللي ما اشتغلش معايا ممكن يعني ماينفعش يقول أنا بشتغل إزاي لأنه هو ما يعرفش أنا اشتغلت إزاي في النص كده حاولي أسأل الأسئلات جماهيرية جداً دايماً جمهور الكورية يسأل هو عقوبة الحكم اللي بيغلط في مباراة بتبقى إيه وليه ما تبقاش معلنة وليه لجنة الحكام ما تقولش مثلاً إن إحنا استبعدنا حكم مباراة أو مباراتين أو تلاتة ليه لجنة الحكام في مصر ودي برضو فرصة أتكلم فيها مع حضرتك ليه لجنة الحكام في مصر يبقى فيه خطأ كبير ما بتصدرش بيان بتقول كان فيه أخطاء في المباراة الفرانية الفرادية شفنا دوت مثلاً في مباراة ليفربول في توتن هام في الدولة الإنجليزية لجنة الحكام الإنجليزية طلعت بيان شفنا ده السنة اللي فاتت في مباراة دورتمان ونبخهم في الدولة الألمانية كان فيه خطأ جسيم جداً لاجنة الحكام بتطلع بيان توضيحي ليه إحنا هنا ما بنتوصلش مع الجمهورة بتكلم عن لاجنة الحكام ونتوصلش مع الجمهور بشكل مباشر وتوضح لها الأمر أنا عايز أقول أن أنا هنا مش موجود علشان أكتب أخطاء الحكام لا ده أنا موجود علشان أحسن من أداء الحكام في مصر فمثلاً إحنا كلاجنة إحنا كفرقة أو مجموعة إحنا بنتكلم عن الأخطاء أو بنتكلم عن الأخطاء أو الحاجات المظبوطة والحاجات الصحة اللي حصلت في الملعب بالتركيز على أن إحنا نحسن من التحكيم ونحسن من الحاجات اللي في إيد الحكام أنه هو يقدر ياخد القرار المظبوط ده شغلي وده اللي أنا مفروض أعمله هنا ممكن يكون في حد هنا في مصر في هنا في مصر ناس كتير بتحكم على الحكام في ناس من الناس اللي بتقدر تكتب الأخطاء أو تقدر تكتب الحاجات الكويسة أو الحاجات الوحشة اللي بتحصل في الماتشاط بس كشغلي أنا شغلي أن أنا أطور التحكيم طبعا أنا لازم أحترم كل الأراء وطبعا أنا لازم أحترم الحاجات اللي بتحصل أنا عمري ما هخبي الحاجات اللي بتحصل في الماتشاط بس زي ما قلت أنا شغلي هنا علشان أطور المنظومة التحكيمية في مصر شغلك الأساسي تطوير منظومة التحكيم في مصر وده مفهوم بس هسأل السؤال تاني بشكل مختصر جدا هل ممكن وسط أخطاء تحكيمية في أي مباراة لجنة الحكام تصدر بيان تعترف به بخطأ ما حصل في المباراة بيان بيان رسمي زي ما بيحصل في الدوريات الأوروبية الكبيرة وديتك مثال بعد مباراة ليفربول وطوات النهام وأسألك على الخطأ ده بعد شوية ومباراة دورت من دبخوم في الدول الألماني بياني يعني أن عارضة مثلا فيه خطأ في مباراة الزمالك أو الأهلي وحصل خطأ الفناني فهذه الحكام تطلع بيان نعم نعترف أنه كان فيه خطأ وهنتكلم في هذا الأمر طبعا ما فيش أي مشكلة أننا نقدر نعمل كنا كرة القدم هي الناس كلها بتلعب على الأخطأ لو لعيب أخطأ بيبقى فيه بانالتي لو حارس مرمى أخطأ بيبقى بيدخل فيه الجوم بسهولة فطبعا هي لعبة على الأخطأ فطبعا يعني بيبقى فيه أخطأ كتير الحكام ما بيبقوش عايزين يعملوا أخطأ بس برضو بيبقى فيه أخطأ في المتشط وهم بيشتغلوا كتير علشان يحسنوا من دوت وعلشان يحسنوا أنه ما يبقاش فيه أخطأ المشكلة مش أنه نحنا يعني ما فيش مشكلة طبعا أنه نطلع نقول أنه كان فيه خطأ من حكم وده شيء طبيعي بس إحنا كم مجموعة إحنا ما عندناش أي مشكلة أنه نطلع نقول أنه في المتش ده أو المتش الآخر حصل مشكلة أو حصل خطأ عندنا حوالي 27 متش حصلوا 26 من فيه الدوري الميل وواحد في الكاس في حوالي 3 أو 4 قرارات ما كانوش أفضل قرارات طبعا ما كانتش قرارات وأنا بلغت الحكام بكذا وطبعا إحنا كحكام أو إحنا كمجموعة بنتعلم من الأخطاء دايما بنتناقش إيه اللي إحنا عملناه خطأ إيه اللي إحنا مفروض نعمله أفضل إيه اللي إحنا كان مفروض نقرره في ده وطبعا بنبدأ نشوف إيه اللي إحنا مفروض نعمله علشان ندي القرار المزبوط وده طبعا حاجة من كرة القدم مش حاجة قديمة أو حاجة غريبة على كرة القدم